ثمانية أنت من عذبتني وجعلتني أشعر بالموت من داخلي جياخان من 1988 إلى 2013 ممثلة هندية أنا لا أعرف كيف أقول هذا لك ولكني أفعل الآن لأني ليس لدي شيء لأخسره لقد فقدت كل شيء بالفعل إن كنت تقرأ رسالتي هذا ربما أكون قد تركتك بالفعل أو على وشك المغادرة أنا محطمة بداخلي ربما لا تعرف ما أكنه لك من مشاعر ولكنك قد أثرت فيي بعمق إلى نقطة فقدت فيها نفسي في محبتي لك ومع ذلك كنت تعذبني كل يوم هذه الأيام لا أرى أي ضوء أستيقظ وأنا لا أريد الاستيقاظ من بين آلاف القصص للمنتحرات اخترت هذه الفتاة تحديدا لأنها تعبر عن شريحة عريضة جدا من الفتيات وربما الشباب التي يقعن ضحايا أنفسهن في حكايات الغرام والعشق نتيجة للعلاقات الخطيرة والسامة ولدت نفيسة خان الشهيرة بجيا خان عام 1988 بمدينة نيويورك لوالدين هنديين متجنسين يعملان في مجال التمثيل والفن ومنذ طفولتها تعلقت جيا بأمها للغاية وظلت تعيش معها حتى انتحارها لكن على النقيض كانت شديدة الانفصال عن أبيها فقد تركها أبوها وهي بنت عامين فقط ويبدو أنها لم تكن تحمل له أي مشاعر محبة على الإطلاق فقد قالت عنه لاحقا يجب أن يشنق في ميدان عام لأنه ترك ابنته وهي ذات عامين فقط ترك الأب جيا مع أختين صغيرتين كافيتا وكريشما وتولت الأم رعايتهم جميعا وحدها خطت جيا على خطى أمها وعملت في مجال التمثيل وصعد نجمها في بوليود وبدى مشوارها الفني متألقا فتاة من أصول هندية تحمل الجنسية البريطانية ضمنت أمها وخالاتها الممثلات تقدما مهنيا مضمونا مستواها المادي مرتفع ومثلت فيلم مع أميتابا شان عائلة مترابطة باستثناء الأب وأصدقاء وصحة جيدة فما الذي يمكنه أن يكدر صفو هذه الحياة الهادئة المريحة؟ في الثالث من يونيو عام 2013 استحبت جيا أمها رابيا لشراء هدية عيد ميلاد أختها تنزهنا قليلا في الشارع ثم اشترينا الهدية بالفعل واتفقت مع أمها على أن تستقبل جيا أختها من المطار في بومباي وترافقها إلى بيتها بدى اليوم طبيعيا للغاية كعادة حياة جيا الهادئة ثم تفرقت السيدتان وذهبت الأم لإحدى صديقاتها تقضي معهن سهرة لطيفة تتبادلن فيها السمر والحكايات اليومية وقبل منتصف الليل بقليل استأذنت الأم لترجع إلى بيتها فوجئت الأم عندما دخلت بيتها أن جميع الغرف مغلقة وجميع الأنوار مضاءة لم تكن هذه عادة البيت ظلت تجوب الغرف بحثا عن ابنتها وساورها القلق مباشرة مستشعرة أن ثمت أمرا ما ثم تفاجأت الأم عندما عثرت على ابنتها في هيئة صادمة صرخت الأم فور رؤيتها فقد وجدت جيا وهي معلقة من على حبل متصل بسقف غرفتها في بيت عائلتها لا تتنفس ولا تتكلم فقد كانت جثة هامدة لفظت آخر أنفاسها منذ ساعة زمن تقريبا عندما شنقت نفسها بنفسها دون أي آثار للاعتداء الخارجي عليها جاء الطبيب صديق العائلة ليفحص الجثة فوجدها فارقة الحياة بالفعل وكان موت جيا فاجعة غير متوقعة فمن أين يأتي فجأة هذا القرار القاتل وهي الفتاة الصغيرة خمسة وعشرون عاما لم تشتك من شيء لأهلها طيلة الفترة السابقة ولم يبدو عليها أي ميول انتحارية سنرجع بعض الأشهر القليلة إلى الوراء تحديدا في سبتمبر عام 2012 حين تعرفت جيا خان على سوراك بنشولي ابن الممثل أتيا بنشولي كانت العلاقة فيسبوكية علنية بعدها مجرد علاقة عاطفية بين شاب وفتاة مراهقين في بداية حياتهم التمثيلية لكن علاقة ما وراء الكاميرات كانت أعمق فقد دخل الاثنان في علاقة حميمية وكثرة اللقاءات الخاصة بينهما وانتهى الأمر بجيا إلى حملها بجنين في بطنها ترددت جيا في أول الأمر في إبلاغ حبيبها بالحمل المفاجئ ثم توصلت معه وهي متلهفة لبداية جديدة في علاقتهما فأخبرته وهي في الأسبوع الرابع من الحمل منتظرة منه الدعم المعنوي المناسب لتشاركه الفرحة بقدوم مولود جديد لكن على النقيض قابلها سوراق بجفاء شديد وعنفها للغاية خائفا على مستقبله المهني من الضياع فظل يقنعها مرارا بإسقاط الجنين حتى رضخت له ذهب الحبيبان إلى طبيب وصف لهما مجموعة من العقاقير تهدف إلى إسقاط الجنين دون مشكلات انتظم الجياع على تناول العقاقير حتى فوجئت في يوم ما بآلام شديدة ونزيف دموي متصل فاتصلت بسوراق لينقذها ويصطحبها للطبيب لكنه أخبرها بالتريث وعدم الذهاب إلى الطبيب ثم سارع مهرولا إلى بيتها ودخل عليها وهي في حالة من الإعياء الشديد ابتهجت بقدومه ظنة أنه سيأتي ليخفف عنها لكن ما حدث كان يفوق الخيال فقد أدخل بنشولي يده بنفسه في رحم جيا وأمسك بما استطاع من أحشاء الجنين الذي ما يزال في طور التكوين الأولى ثم جذبه بيده بكل قوته خارج الرحم فأسقط الجنين بيده ثم حمل كتلة الدماء ورماها في المرحاض وأجرى عليها المياه كانت الصدمة هائلة بنسبة إلى جيا ويرجح أنها وقعت في إغماء ولما أفاقت لنفسها بعد أيام وجدت نفسها متورطة في حادثة سرية أحدثت تشوها نفسيا عميقا فاستنجدت مرة أخرى ببنشولي وحاولت التواصل معه لكن ظل سوراك يتجنبها يوما وراء يوم وهي تستغيث به بلا جدوى ولاحظت جياء أن تجاهله وإهماله انقلب عنفا وتعنيفا فطفق يكيل لها السباب ويلقي عليها وابلا من الشتائم وظلت لآخر يوم في حياتها تتصل به ولا تجد سوى الجفاء والبرود مما تسبب في دخولها في نفق اكتئاب مظلم أدى في نهاية المطاف إلى انتحارها وسأنقل للقارئ والقارئة الكريمين نص الرسالة كاملة لأنها تحوي درسا بليغا إن العلاقات الهزلية التي تبدأ بالحرام وتقوم على الأوهام وتستند على الشهوة العابرة للزواج المستقر فإن نهايتها كارثية على الأطراف كلها تقول جيا في رسالتها أنا لا أعرف كيف أقول هذا لك ولكني أفعل الآن لأني ليس لدي شيء لأخسره لقد فقدت كل شيء بالفعل إن كنت تقرأ رسالتي هذا ربما أكون قد تركتك بالفعل أو على وشك المغادرة أنا محطمة بداخلي ربما لا تعرف ما أكنه لك من مشاعر ولكنك قد أثرت فيي بعمق إلى نقطة فقدت فيها نفسي في محبتي لك ومع ذلك كنت تعذبني كل يوم هذه الأيام لا أرى أي ضوء أستيقظ وأنا لا أريد الاستيقاظ كان هناك وقت رأيت حياتي معك مستقبلي معك ولكنك حطمت أحلامي أشعر بالموت في داخلي أنا لم أعطي أحدا من قبل مشاعري ونفسي كما أعطيتها لك ثم قابلت حبي بالغش والكذب لم يهم كم من الهدايا أعطيتك أو كم كنت أبدو جميلة لأجلك وكنت خائفة من الحمل لكني أعطيتك نفسي لقد دمرت كل ذرة في كياني لا أستطيع أن آكل أو أنام أو أن أفكر أو أن أعمل أنا أهرب من كل شيء حتى مساري المهني لا يستحق شيئا بعد الآن عندما التقيت بك لأول مرة كنت مدفوعة طموحة ومنضبطة ثم سقطت في حبك اعتقدت أن حبي لك سيجعلني أفضل وسيجعلني أتوهج أنا لا أدري لماذا جمعنا القدر معا وبعد كل الألم والاغتصاب والتعدي والعذاب الذي رأيته لا أستحق هذا لم أكن أرى أي حب أو التزام منك أنا فقط أصبحت خائفة على نحو متزايد من أنك سوف تضرني عقليا أو جسديا كانت حياتك عن الحفلات والنساء وحياتي كانت عملي وأنت فقط وداعا لعشرة أعوام وظيفية وداعا للأحلام لم أخبرك بأنني تلقيت رسالة عنك عن غشك لي لكني اخترت تجاهلها قررت أن أثق بك لقد تسببت في إحراجي لم أخرج قط مع شخص آخر أنا شخص مخلص ووفي لك لن تقدر امرأة أخرى أن تعطيك بقدر ما أعطيت لك أو تحبك بقدر ما أحببتك أستطيع أن أكتب ذلك بدمي شعرت بألم كسر القلب عندما يريد الشخص الذي تحبه أن يعتدي عليك أو يهددك أو يضربك أو يخونك ويخبر الفتيات الأخريات بأنهن جميلات أو يطردك من المنزل عندما تذهب له معبرا عن حبك أو عندما يكذب في وجهك أو يجعلك تطارده في سيارة أو لا يحترم عائلتك أنت لم تلتقي بأختي قط ولم تشتري لها الهدايا حتى وأنا اشتريت لأختي كهدايا لقد مزقت روحي ليس لدي أي سبب للتنفس بعد الآن كل ما أردته هو الحب مجرد الحب منك فعلت كل شيء لك كنت أعمل من أجلنا نحن الاثنين ولكن لم تكن قط شريكي لقد دمرت مستقبلي وانتزعت سعادتي بعيدا عني كنت دائما أتمنى الأفضل لك وكنت على وشك استثماري القليل من المال لأجلك ولتحسين حالك ولكنك لم تقدر حبي لقد ركلت كل شيء عملته لك في وجهي لقد أجهضت طفلنا وهذا أضرني بعمق كل ما أردته أنت في الحياة هو حفلاتك ونساؤك ودوافع أنانيتك وكل ما أردته أنا هو أنت وسعادتي التي أخذتها بعيدا عني لقد أنفقت عليك مالي بسخاء وكنت تلقيه بوجهي كنت أبكي بسببك لا أجد عزائي في شيء من الدنيا لأحيا لأجله أتمنى لو أحببتني مثل ما أحببتك حلمت بمستقبلنا حلمت بنجاحنا سوف أترك هذا المكان مع كل الأحلام المكسورة والوعود الفارغة كل ما أريده الآن هو الذهاب إلى النوم وأن لا أستيقظ أبدا مرة أخرى أنا لا شيء كان كل شيء يشعرني أنني بمفردي حتى في أثناء وجودك جعلتني أشعر بالوحدة وأنا معرضة للخطر والخوف حتى منك من الواضح كم العذاب النفسي الذي عانته هذه الفتاة وانتحرت على أساسه لكني لم أنقل هذه رسالة بطولها من أجل أن أؤكد مقولة كل الرجال سيئون هذه مجرد حالة معينة تتشابه مع حالات أخرى وهناك حالات أخرى يكون المؤذي فيها هي الفتاة وإنما قصدت نقل الرسالة بطولها لأنقل للقارئ والقارئة الكريمين أن العلاقات الضارة قد تنتهي إلى هذا الكم من البؤس وتنتهي بالانتحار وكم سمعنا عن شباب وفتيات انتحروا من أجل مثل هذه العلاقات المؤذية كأن هذا السيناريو البغيض يتكرر دائما وأبدا بشكل يكاد يدعو للملل ولا أدري لماذا يورط الإنسان نفسه في التعلق بمن يذيقها الويلات والخيبات ما الجذاب في مشاعر الحيرة والارتباك والضياع والعذاب النفسي من أجل من لا يستحق نعم هناك بعض العلاقات الجادة الطيبة الملتزمة إلى حد كبير بشريعة الله ثم يقدر الله للطرفين ألا يرتبطا رباطا شرعيا لعائق في الأهل أو في الماديات أو في غير ذلك نعم يشعر الطرفان بالألم لكنهما في النهاية يستعوضان الله ويقرران الهجر حتى لا يصبح العذاب سرمديا ويسلما أمرهما لله فهو سبحانه من بيده ملكوت السماوات والأرض يدبر الأمر وهو على كل شيء وكيل لكني أتعجب للغاية من هؤلاء الذين يقتربون ممن يبتعدون عنهم ويتوددون لمن يعذبهم ويتلهفون لمن يبغضهم ثم هم يشتكون مما كسبت أيديهم ويتمزقون من داخلهم جراء مشاعرهم فيقررون الانتحار أو الانعزال والانسحاب من أي نشاط في الحياة ليدخلوا في دائرة لا تنتهي من الاكتئاب إن اللحظة التي يدرك فيها إنسان ما استحالة الوصل بينه وبين إنسان آخر فعليه فورا أن يترك أحلامه وراء ظهره مهما كان ذلك القرار صعبا على مشاعره وقلبه فالعاقل يلقي مشاعره على جانبي الطريق ليفسح الطريق أمام عقله الذي سيعينه على تبديد الأوهام وإلغاء الأحلام التي يتخيلها المرء وهو مع حبيبه أو حبيبها فكلما استرسل المرء في خواطر الارتباط بمن لا نصيب له فيه وظل يتعب فكره في من لا يمكن عمليا الزواج به زادت طرابه وكثرت هواجسه وربما لاقى من الطرف الآخر الهجاء والجفاء وغلظة القول فلا يزيد بؤسه إلا كمدى ولا يزداد قلبه إلا ألما إن العلاقة بين جيا وسوراق لم تستمر سوى بضعة أشهر فقد بدأت علاقتهما في سبتمبر عام 2010 وانتحرت جيا في يونيو عام 2013 دخل سوراق في علاقة أخرى بعد وفاتها بأشهر ونسيها قبل حتى أن تموت في حين أن جيا لم تجن من هذه العلاقة السامة التي أدخلت نفسها فيها سوى أن قتلت نفسها وخسرت دنياها وآخرتها ولعل رسالتها لا تتعلق بسوراق وحده وإنما هي بمثابة رسالة لكل من يورط نفسه في علاقة مؤذية تهيمن عليها الأحلام والسراب أن ابتعد عن من يؤذيك وتحرر ممن يقهرك وأعطي فرصة لعقلك أن يحكم قرارات حياتك فالمشاعر وحدها ستقودك للهلاك كما أن العقلانية وحدها ستحرمك من تذوق الحياة ترجمة نانسي قنقر